هذه هي الهدو أسرع وأسهل حلوة لشرب الشاي ممكن تحضره منعيشة بنينة لديدة الشيشة إذا ما جربتوهاش راكم ما جربتو والو بدون زبدة بدون حالي بدون يوغورت بمكونات جدا بسيطة واقتصادية وما شاء الله كتحط كمية اللي وافيرا انتم نتابعوا معايا باش تعرفوا على أسرار هدو الحلوة ديالدوازاتي اللي ممكن تحضره أول حاجة أخذت برتقالة بحجم كبير حكيت القشور ديالها شوفوا رعطتني واحد الكمية اللي كتيرة تقريبا ملعقة كبيرة مملوئة بشكل جيد حكيتهم في الحكة كان رقيقة هالحجم ديال البرتقالة هاد البرتقالة هادي غادي نعصروها ونخليوها على جانب على قشور البرتقال غادي نضيف كاس ديال السكر الحلوة ما كتجيش حلوة الأخوات اللي مبغوش الكاس ديال السكر بيتو تنقصهم الحلوة دير وغير نصف كاس ضيفت كاس ديال الفاني اللي كيبقع اختياري وغادي نخدم السكر مع هاد القشور ديال البرتقال مزيان شوفوا معايا باش داك اللي القشور ديال البرتقال يتلقوا داك المعداق دياله مقصدقوني متصوروش هاد الحلوة حالك تجي منعيشها غادي نضيف جوج حبات ديال البيض غادي نحتفض بالأبيض ديال واحد البيضة ما تحتفضوش بالأبيض كامل غير شوية هاد شوية هاد شوية هاد وغادي بقالي منه في الآخر يعني خليو غير شوية ديال البيض نخلطو مزيان بعد ما خلطنا حتى داك سكر غا نضيف كاس ديال الزيت ونخلط عو تاني مزيان مزيان ودك برتقال عصرتها عطا تني كاس ما شاء الله للبرتقال او للتشين هاد العام غزال وفيه الماء وحلو اعطا تني كاس موهم ديرو كاس ديال عصر البرتقال ضفتو خلطت مزيان هنا اختيت الكوك كاس ديال الكوك يعدلينه مئة غرام اه غادي نضيفه بالنسبة للكوك عندي غير الكوك الناشف كنقلب عليه الكوك اللي ميت دم ما كنلقه شي ولكن سر باش يجي معلق كنزيد معه هاي القادية اللعسل كتعطي داك التعليكة ديال كوك هنا انا غادي نستمر غير بالخلط بالخلط اليداوي اذا بغيتو تعطيكم داك الكوك تعليكة اكتر طحنه بشي ميكسور او هاد الخليط هذا طحنه في الخلاط الكهربائي باش داك الكوك يتلق زوية دياله انا درت معها غير معي القادية اللعسل باش داك الكوك واعر سافي خلطنا مزيان ثم بدي نضيف الدقيق الدقيق غادي نحتاجه تقريبا ستا ديال الكوكوس كنضيفه بشوية بشوية وانا كنخلط غير بالخلط اليداوي ثم غا نضيف جوج اكياس ديال خميرة الحالويات مايو عادي 16 غرام ونخلط بالخلط اليداوي منين غادي تقليه الخليط غادي نحيد الخلط اليداوي وانا نكمل باليد ديالي وانا نضيفه بشوية 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 اخوات اللي مايبغيوش يجنب يديهم عندهم العجانة تقدروا هاد الحلوات جمعوها بالعجانة في الاخير هكاد بشوية بشوية ديال زيت وجمعوها خلط ديال حلوة كيكون خفيف شوية مشي قاسح بشكل تجيل حلوة ديال كومرطي طبا وهشيشة كناخد داك ابياض البيض اللي خلينا مشي كاملو كنعود اكد خليوه الواحد شوية حيث ما كديش بززاف ديال ابياض البيض وكنزيد نحك معاه قشور البرتوقل بيجو البرتوقل او الحامض انا ديال البرتوقل القشور حكيتهم كيجي هكا داك الابيض ملون وكيجي فيه واحد طعم رائع ديال برتوقل ومع ذاق مزيون وحتى اللوين كيجي بحلا ديرين فيه الاصفر غدي نحتاج كوكو كونكاسي كوكو كونكاسي تقسمت معاكم شحال مرى الطريقة دياله كناخد كوكو كنرقده في الماء اذا كان مشري بالاقشور يرشدوه ورقدوه في الماء واحد الساعة ومن بعد نشوفوه مزيان في شي منديل وعدووزوه في المتحانة ديال اندو تخوا وديروه في صينية وحمروه في الفران واحد شوية حتى يصبح اللون دياله مذهب وفي الاخر كدووزوه في الكسكاس باش داك الكوكو كونكاسي كيهبط والغليد كيبقى الفوق يعني ضروري يترقد في الماء اذا كان عندكم كوكو كونكاسي لليب القشور نفس الطريقة غير هو منين كترقدوه كتحيدو له القشور كد نشوفوه مزيان مزيان كل ما نشوف غيرتاكو نتيجة حسن يعني يكونوا مراقض ويكون في نفس الوقت ناشف من الماء باش ما يتطحن ميرجحش عجينة عنده اخوة اخواتك كتشوفوه تهرمش مزيان ومن بعد كتتحمروه في الفران وكدووزوه في الكسكاس ومن بعدها داك ينزل من الكسكاس دووزوه في الميصفات باش داك الارقيق كيهبط باش كتكونوا حاصلتوا على كوكو كونكاسي او لاللوز هاشي وكونكاسي ولي كيكون ارقيق بزاف فانا ميتين وخمسين جرام اللي عملت عطتني الكمية كلها اللي وريتكم في التبصيل وبقاتلي واحد القريعة معمره من هاداك اللي نزلي ارقيق فكان بقى ننكوور الحلوات ديالي ندوزهم في الابيض البيض اللي معها قشور البرتوقل وندير علال الكوكو كونكاسي كان فند الوجاه في الكوكو كونكاسي وكان حط في الصينية كان استمر بنفس الكيفية بيتوا حلوات صغارين صغروا يديكم بيتوهمها كشوية كبارين كبيروا يديكم عندكم الاختيار انا درتهم ما بينوا بين مي هادا الحلوات اللي كيكونوا لشرب الشاي اولى لدوازتي كان بغيهم يكونوا شوية كبارين فماشاء الله عمر الجو الصينيات كتعطي واحد اتنين واربعين حبة هكذا الصينية الاولى فيها كيف كتلاحضوا عشرين حبة والصينية الثانية اتنين وعشرين كان حط الصينية الفرن كان سخنه مزيان كان حط الصينية الفوق شوفوا قريبة النار اللي الفوق والنار كنهبطها على مية وستين درجات كتشققها كاية من على الوجه وكنهبطها لتحت كمل طيب ديالها منين كنهبط الصينية الاولى لتحت كنجيب الصينية الثانية وكنحطها الفوق باش تهي تشقق والحرارة اخواتي مهيلة باش الحلوات طيب ليكم على خطركم وتشقق منين تشقق الصينية الثانية اللي عملنا هنا الفوق تشقق داك الساعة تقدروا تزيدوا الحرارة ولكن في البداية يمنين تصبغيوا الحلوة غير تشقق ليكم خليوا الحرارة شوية منقصة باش طيب هاي يجي زوين سافي منين تكتشقق كنهبطها تهيال تحت ونقلب الصينيات حتى كيتحمروا ليا بهات الشكل كتجي ما شاء الله فيها واحد الحمرية الزوينة ذاك البرتوقال والاسل ومن الاسفل كتجي بهاتشك كتجي رطيت طبا في نفس الوقت ذاك الطبقة اللي الفوق بقرمشا مع ذاك التقرمشا ديال كوكو كونكسي كتجي يا سالة اما الرائحة اللي كتطلق في البيت ما نقول لكم شي على ريحة ديال البرتوقال كتحمق فكتجي مدهبة وماشاء الله زوينة ومشقة هادا الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا كنعاود نأكد انها حطت لي بهاد الحجم هذا 42 حبة بغيتو حبة اكتر ساكل ما صغرتو يديكم اتحط ليكم كمية كتيرة كنتمنى ان شاء الله تكون واضح عليكم في الصورة ودروري ما نقسم معاكم الحلوة باش تشوفوا قوام هكيف كتجي من الداخل بالنسبة القوام ديالها كتجي بقوام ريش بوند يعني الراطبة من داخل في نفس الوقت هي شيشة بلكو كلي عملنا انا درتها معاكم بالبرتوقال تقدروا تديروها بالماندارين هذا قوامها من الداخل كتجي دك الطبقة ديال فوق مقرمشة ومن داخل كتجي شيشة وارطيتها في نفس الوقت طريقة الاحتفاظ وضعوها في علبة محكمة الاغلاق باش تبقى لكم محافظة على الطروة وارطوبية ديالها المادا قبل ما نقول لكم كتجي بماداك جولدين بنسبة الحلوة اللي كتبع اسمها جولدين كيكون حتى هو بطعم البرتوقال كيجي واحد طعم اللي مميز ورائع تمنى تجربوها اذا جربتوها غادي نقول لكم بالصحة والراحة ومتأكدة ان شاء الله غادي تحمقوا عليها وغادي تحمقوا عليها وليدتكم بقوة اللدة والبنة اللي كتجي فيها اذا جربتوها مستوش تخليولي رأيكم في تعالق اشتركوا في القناة